اشتركوا في القناة سائلا المولى تعالى ان يمنع على جلالته بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية ليواصل قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بقيادته الحكيمة فيما طمأن جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملك المفدى بانه يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية ولله الحمد معربا عن شكره وتقديره لطيب المشاعر الاخوية والدعوات الصادقة التي عبر عنها جلالته والمجسدة لعمق اواصر العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين كما بحث العاهلان خلال الاتصال مستجدات الاوضاع في المنطقة ودعيا الى دعم كافة الجهود للتهدئة ولوقف التصعيد في مدينة القدس واحترام حقوق المسلمين في ممارسة الشعائر الدينية بحرية دون قيود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة